تواصل مؤسسة حياة كريمة فعليات مبادرة أنت الحياة بقرية قلهانة بمركز أطسا بمحافظة الفيوم وتستمر حتى السبت المقبل وتقدم مؤسسة حياة كريمة العديد من الخدمات بالمبادرة منها التوعية والترفيه إضافة للخدمات الصحية والتعليمية ومسرح الأطفال وملتقى التوظيف والقافلة الطبية واستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والمشورة الأسرية والتخطيف وورش عمل حرفية والتوعية بمخاطر الإدمان بناء الإنسان هو اللبنة الأولى لنشأة الحضارات والارتقاء بالدول ومن أجل ذلك أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة أنت الحياة التي تعمل على توعية المواطنين وتأهيلهم فكريا وثقافيا وبدأت بالفيوم مبادرة أنت الحياة هي مبادرة تحت مظلة حياة كريمة هي مبادرة خدمية وتنموية وتوعوية تمام؟ لأهالي القرى الأقصر احتياجا أو قرى حياة كريمة في محافظة الفيوم تمام؟ هي فيها أنصطة مختلفة بتعاون جهات مختلفة إحنا معنا ست جهات متعاونين مع مؤسسة حياة كريمة تمام؟ وكلهم تحت مظلة حياة كريمة بنعمل فعالية أنت الحياة مبادرة أنت حياة تشمل عدة كوافل منها كوافل طبية ومنها كوافل خاصة بالمجلس القامل لمرأة ومنها حاجات خوفية خاصة بالمجلس بالشباب والرياضة ومن ضمن مكوافل الطبية طبعاً اللي هي موجودين من حضرتك دلوقتي تخصصات أطفال، تطعيم كورونا، وفيه آياز ضغط، وفيه كشف تنظيم أسرة يعني كوافل شاملة بصراحة كوافل جميلة جداً وشاملة حاجات كثيرة وبهدف نشر الوعي بين المواطنيين بمختلف أعمارهم واهتماماتهم المبادرة تشمل عدداً من ورش العمل التوعوية وفعاليات خاصة بتوعية المرأة والأسرة وقوافل طبية موسعة بالإضافة لأنشطة رياضية للأطفال وتتضمن أيضاً عدداً من الخدمات من استخراج لبطاقات الرقم القومي وكشف طبي مجاني أنا عملت الأول قطعت ورقة وطلعت فوقها شابت عند الدكتور وعملت الدكتورة حولني عملت تحليل وعملت تحليلات وجبت علاج أنا جاي أكشف لولادي على أساس أن فيه ناس جات مبارح وشكرت في الموضوع يعني وهي حاجة كويسة حاجة كويسة فعلاً أننا نساعد بعضيتها تستمر المبادرة التي بدأت بمحافظة الفيوم حتى العشرين من أغسطس الجاري لتتنوع بها الخدمات والأنشطة والفعاليات بالإضافة للندوات والمحاضرات التثقيفية كريم بيبرس التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر